اشتركوا في القناة 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 قالوا لي رحلات السكن الثانية قالوا لي رحلات إذن كي نتمشي حاجة وأنا بغيت نعرف هذا حافظة وكننا نوصل إلى هذا النيدال الله يرحم لك الوالدين إليك تشوفيني وريني ابنياتي لو هي مرة واحدة حيث كي نعي ربي والموت ما عندك غدا تدي تقليد بزاف وريني ابنياتي عين عن رقم ونشوفه بغيت من المواله بغيت عين عن رقم أنا وليت مريدة دعم ولي فيك تيام وليت كنشرف الدنيا للعاصة تقلمت بزاف وندمت كن فيها الله أنا ما غير نعطيش منياتي نزبل عن سناني فاطيم والله ما عطيش هم قلك مشاهدين الكرام كما تبعتوا معنا بلف يعني الخيوط دياله شيئا ما كان توفقوا في شيحويج وشيحويج ما كان توفقوش الإطار اللي غدي نحاولوا ما أمكن أن نشتغلوا عليه في الموضوع هو الوصول الحافظة ديال الدار بيضاء إلي أعطتنا معطيات تفيد الصور اللي بالحوزة ديالنا وأدلة أخرى بأنه هاد حافظة هي اللي أعطت الرابعة اللي ماتت يعني هنا نسبة كبيرة أنه هي الأم بيولوجيا ديال الإيمان كما يبقى لنا الإطار الثاني اللي هو المحت عن حافظة ديال آسفي حول السيناريو اللي توصلنا لانطلاقا من محجوبة اللي قلت لك بأنه حافظة هكيفاش إخذت البنت هكيفاش أعطتها الرابعة اللي توفات وقبل ما توفى قبل ثلاثة أيام كانت تعطيه سير الإيمان كان صدمة بالنسبة لك هادولي أنا ماشي الأم ديالك وهذا ماشي ببوك نحنا ربيناك فقط اعتموا بإيمان هاد الناس وما عندهمش الأولاد ما عمرها حسيت بالنقص من طلاقا من الأم ومن الأب محلول هذه الدويرة كما يبقى الوضع الصحي ديال الإيمان شيئا ما ليس على ما يرام يعني دورنا أننا نساعد إيمان وفق المستطاع إيمان ضحية إشكاليات في الموضوع الموضوع الأول هو البحث على الأصل يكون المولدي والبيولوجيين الأب والأم وفي نفس الوقت الوضع الصحي دياله إيمان تتحمل ما لم تتحمله جبال صعوبة تلبحت صعوبة هذا الملف في خيوط متشعبة شيئا ما ولكن سوف نستمر دائما للوصول المبتغى في الملف واش فاطمة هي الأمر الأصلية رغم الإحساسة رغم الشبه نعم أم لا كما يبقى الإطار الثاني بين حافظة ديال الداربيضة وحافظة ديال آسفي في حالة إذا تبتت بطبيعة الحال ديال الداربيضة كي تفتح باب آخر أنه من طبيعي إيمان تقلب على الأخ جلال التي تهيه ما معرفتهاش والأم كما قالت فاطمة اعطت جوج ابنيتات الحافظة اعطت إيمان وعطت ابنة أخرى والأصل في الموضوع لا زلنا في إطار البحث أكثر في الموضوع مشاهدنا الكرام نحن دائما على تتبعوا على هذا الملف وسوف نوافقكم دائما بالجديد حول قضية إيمان إيمان لغز كبير الصندوق الأسول في الموضوع محجوبة وحافظة أرجوكم ساعدونا باش نصلوا الهدف رفيط الأجر مع ربي شكونا هو أب وشكونا هي أم إيمان مشاهدنا الكرام التعليق المواطن شكرا لكم شكرا لكم